موسيقى برنامدنا نتعلم حتى نتقدر هيا هيا يا أطفال برنامدنا فيه جمال فلنذهب ونسمع قولا نتحقق فيه الآمال برنامدنا بغفولتنا حتما يحتاج برنامدنا فيه سؤال فيه جواب برنامدنا يفتح للمرح الأبواب برنامدنا يجدو أمله بجناح نجاح قد وصله أذكارا نتغدى فيه بلقاكم فعلا قد كوله برنامدنا فيه للأطفال حطار برنامدنا بجوابك فحطى بهدية برنامدنا فيه أهداف وقضية شاركنا فيه وتواصل بالودي حتما نتعامل يجمعنا حب وحلام فيها ناقمعنا تكامل برنامدنا من شاشة بث ذهبية موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ونقول المترجم للقناة 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 كثاحبين جزال كثاحبين .. شين السالفة.. هيش بيك حزين احنا هس وصلنا الى فقرة ارسم معي يا أدري تدري اذا وصلنا الى الفقرة ارسم معي شنو كان موجود لازم لازم موجود اغراض الرسم اي هذن الاغراض قدامنا لازم نحضرهن احنا واصدقانه شين هن اغراض الرسم اجاوبك جاوبني اجاوبك لاش جاو يا اجاوب يا اعجاوب اه اغراض الرسم والله يمكن ما اعرفين ما تعرفين مو؟ اسمه حزين وانتو اصدقائنا العزاء سمعوني زيان اول شيء اول شيء الاساسي لازم عندنا بورد من الرسم هذا البورد ولازم ورقة نظيفة شوفوا هذا البورد مالتنا هو هيتشي بس هو بيه اشكال عدة وانواع بهذا ينطبق بس هذا هو مالتنا البورد تمام؟ هذا البورد مالتنا ورقة نظيفة على مود نرسم بها براحتنا شوفوا تمام الشغلة الثانية لازم يكون عندنا قلم رصاص على مود شنو نحدد به الاطار العام للرسمة تمام؟ نخلي هذا ونحدد به الورقة تمام؟ هذا القلم مالتنا والشغلة الثانية والمهمة ايضا اللي هي الممحة اللي نسميها من الساحة خاف يصير ادنا غلط خاف يصير ادنا غلط بالرسم شوفوا عزائي الممشاهدين هذه الساحة مالتنا اذا صار ادنا غلط تمام؟ بعدين عدنا المبراء اللي هي المقطاطة ننقط بها القلم شوفوا نيجي مني ننكسر القلم نسعوه له هاتشي على كيفكم ولازم الأوساخ من المقطاطة وننخليها حاوية النفايات هذا القلم شوشتوه نصار حلو وواحد يرسم به تمام؟ عدنا الشغلة الأهم ما هو حزين؟ ههههه عرفة يلا الألوان همي؟ أقلام التلوين أقلام التلوين أعفي حفيا حزين هدنا بالنبين هوية والوان شوف عدنا عدة ألوان خوش عدنا مثلا الأصفر الأصفر هذا اللون الأصفر تمام ما استعمالاته أغلب شيء؟ ما استعمالاته؟ استعمالاته أغلب شيء التلوين اللي رسلنا شارع أو رصيف اللون به الرصيف طابوب تمام إذا ردنا الشمس نلونها تمام هذا لون وعدك هذا اللون الأخضر كل ما مهم هذا؟ اللون به شوف 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 هاي شجرة الورانة شون تبدو أن تلونها؟ باللون الأخضر؟ باللون الأخضر تمام ها ثاني بعد هذا اللون الوردي شوف هذا اللون الوردي طبقا يضططابق كل الشي حلو ها طابق شوف 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 الطابلة ملتنا شوفها نعم اللون الوردي يعتبر من الألوان الزاهر يضط حيوية الصورة المدودة عندك اكيد بعد شون عدك ألوان؟ عدك اللون الأزرق اللون الأزرق هذا الأزرق أخويا الطوخ يعني مثلاً شوف هاي نقدر اللونه بلون طوخ أزرق الطابة مالتنا طابة مالتنا هاي شوف هاي هذا اللون البي أجي شوف هاي اللون بي لون البشرة مثلاً يعني مثل بشرتي ايه مثلاً لون حلو مثلاً نقدر نخليه شو شو عدك هذا اللون الجوزي واللون الأحمر تماماً هذين الألوان كلهم مهمة الجوز مثلاً جدع ما النحلة او الشجرة الباب تقدر تلون بي أغلب العماكن يعني تقدر تسويها وهذا اللون الأحمر شوف 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 مثلاً الشعار من القناة كربلاء الفضائية شوف شوف احمر تماماً تماماً وهي فقرة ارسم معي تعالوا يا ناصدقاء المشاهدين الآن ارسم معي حياكم الله مشاهدنا الكرام وأهلاً بكم في فقرة ارسم معي رسمتنا تتحدث اليوم عن النحل وخلية العسل نبدأ بالخطوات وهو التخطيط نبدأ برسم هذه غصن الشجرة بهذه الطريقة ثم نقوم برسم هذه الورايقات ثم نقوم برسم الخلية حزين حسين شو قاعد نرسم احنا يالا اتوقع اتوقع من الشكل هي هي اكو شجرة شونا نقوم برسم النحلة يمكن هذا خلية نحل خلية نحل نرسم النحلة والنحلة وين تكون عادتهم؟ اما على الزهور او يمن الخلية ها حلو هم شروعون راح يرسمون خلية النحل اي 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 تمام؟ ارسموا اياها يبا يبا مال الرسمة مالتنا؟ كيف نستعمل بها؟ قلم الرصاص سلما قلنا بقلم الرصاص اي اي امام حسين شو نخطط احنا خطط بعد الانتهاء من التخطيط ننتقل الى التنوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كونها س見て انتدي أدى غلط هاي من الساحة لا يوجد الساحة نعم صح يلا شوف باع باع طين اللون الأخضر سنلوني طين حسين استعملت اللون الأخضر ولها استعملت اللون الجوزي ومباشرة وراها اللون الأصفر بتلوين الخلية تمام؟ غصن الشجرة ومباشرة تستعمل اللون الجوزي مباشرة موسيقى 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 المترجم للقناة كاف سرحان هس استريح انت بما انه كم منه ترتيب اغراض المدرسة احب اتقدم اليك بالشكر والامتنان على مساعدتك اليه يا سرحان وتعرف انت المساعدة فالشي كلش حلو والتعاون ايضا فالشي كلش حلو بين الاهل والاصدقاء دائما يربط فدرابطة يسموها رابطة المحبة بين الاهل والاصدقاء وبين كل الناس اللي يقدمونهم المساعدة المساعدة عفون لذلك والشكر وتقدير اليك يا سرحان لمساعدتك انا ممنونك هواي مهدي مهدي نعم سرحان انا كلش افرح من اقدم مساعدة الى اي واحد وخصوصا اصدقائي دري ليش ليش بله لانه حس الفرحة بعينهم صح واني عندي عتب كلش تصغيروني عليك يا مهدي يا صديقي يا ستار عتب وصغيروني ايه لا سرحان انا بصراحة مايهن علي يزعلك بس شنو عتب قولي اه يعني معقول انت يا صديقي يا مهدي ش شنو يعني صالي فوقت ساعة اشتغل وياك وانت ولا ضيفتني ولا جبتلي فاكهة ولا عصير ولا حتى مي ولا حتى ايشي يطير لا 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 مايصير وحقك علي يا سرحان تتدلل من الأن رايح للسوق اجيب لك فاكهة حلوة ضيفة بها تمام؟ تمام يا الله مرخصتك سلام عليكم عليكم السلام حالى عموبو عبدالله سمعتكم جايمين سيرة الفواكه ايو الله وخصوصا هذا ولدي سرحان شو فاكهة جايم لك من السوق ميخير وتتدلل لا لا عموبو عبدالله انا اريد ازحمك تجايمن للبيت غير اسانا نو بشي خلصنا من اعموبو عبدالله انا اريد ازحمك اطيني فواكه لا 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 تمر بسرحاة جابن للبيت لا 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 ليس لديه ام عبدالله قام تمكن ان تلعك هي اهم بها وجهة نظر ماذا يمكن ان اختيارة لم يزال عليكم هي الفاكهى ما هو الفرق احنا وياكم احنا كلنا اخوة وزاكة ووجيران وابنائنا ويتدلل سرحان الله للدي شون مجدي هفواكه شرحان المعرف انتي شفون تفح طيب جاءك التفاح سرحان شوفها يلمع خلف الله على الجيران علي عظيمة صيت على صندوق مع التفاح في دول قلبة جاب لي شون تفاحات شكراً التهمات ولدي مهدي وهاي التفاحة الطيبة خلاكي لها قبلاني بسم الله صدوق شذيب ولدي مهدي لا 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 هاي ما قبلتها منها سويت عمب عبد الله صدوق شذيب انا اقول عليك تغير شكراً ما تنسيك تسوالي خافتني ترجع التفاحة يا لا يا عيني اخدها اخدها التفاحة وليدي سرحان طولي مجارك نحن نطيك مجارك فضل وليدي شلون تريد تأكل الفاكهة قبل ما تخسلها يصير هذا الشيء لا والله صحيح ما يصير كل مهصود سرحان هو نسان اي 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 خلانا ننشعل مو هذي مرات يصير عليها اتربة اي والله شكراً اخاف مواد راشيها التحقيب صح لازم احنا نغسل هزين وقدتوا ايضاً أطفال الحلوين هم لازم شنو صح لازم شنو اي فاكهة دائماً اتغسلوها قبل لا تاكلوها هاي ما عدا انو حتى ايديكم انتو تغسلوها الخضراء ايضاً لازم نحقمها اخو ما يصير شيء و ايديكم مهم تغسلوها بالمي والصابون واضح 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 عندي تؤال عندي تؤال عندي تؤال عندي تؤال التؤال يا عمب عبد الله ايه ويا مهدي اسم الله اسم الله ايه عندي تؤال يقول ما هو الموطن الاصلي للتفاحة اولاً وثانياً ما هي مكونات هذه التفاحة وثالثاً وما هي فوائد التفاحة تفاح صدق شذيب سرحان هاي كل معلومات كنت تعرفها عن التفاح ايه ايه اشو هي تفاحة وحدة شو نستاذب؟ لا 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 اريد معلها هي التفاحة هادي 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 سرحان صدق شذيب هي تفاحة ايه قابل هو بستان مع التفاح الله يخليك صدق شذيب ما يخارب مع ذلك مو مشكلة هسا احنا وياكوب واطفالنا البلوين الروح الفقرة مهمة جداً ايه ايه الاسئلة ويامن ويامن ويا صديقنا موزن ايه وبيكم خير وتتدللون ايه والله نشكرك يالله شنو رأيكم أطفالنا الحلوين خلي الروح سوية نشاهد نشرة الفواكه احنا جاهدين الان مع نشرة الفواكه موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم أعزائي الصغار في نشرتكم الخبرية نشرة الفواكه المطاعمة بألوان الفواكه الجميلة أعزائي الصغار سوف نتعرف في نشرتنا لهذا اليوم على فاكهة خريفية جميلة إنها فاكهة التفاح فهيا بنا أصدقاء لنتعرف على أهم العناوين في نشرتنا لهذا اليوم حول هذه الفاكهة في نشرة اليوم سنتعرف على الموطن الأصلي للتفاح مكونات ثمرة التفاح وأخيراً فوائد هذه الثمرة هيا بنا أعزائي الصغار لننتقل إلى ضيفتنا تفاحة من بستان الفواكه وعبر الأقمار الصناعية السلام عليكم يا تفاحة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في البدء يا زميلة تفاحة هل لا عرفت أصدقائنا الصغار على موطنك الأصلي؟ نعم بالطبع موطني الأصلي في آسيا الوسطى وتحديداً في منطقة كازاخستان وبعدها انتشرت زراعة شجرتي في جميع أنحاء العالم آه جميل لقد شوقتنا لمعرفة بعض المعلومات عنك يا تفاحة بالطبع يسرني ذلك أعزائي أنا أعد من الثمار المفيدة لجسم الإنسان بسبب احتوائي على عدد من العناصر الغذائية المهمة كالبروتينات والدهنيات والسعورات الحرارية والألياف والكربوهيدرات فضلاً عن احتوائي على فيتامين بي واحد وفيتامين سي وفيتامين أي ما هي أهم فوائدك الوقائية والعلاجية لجسم الإنسان؟ من أهم فوائدي المساعدة على التخلص من الحموضات في المعيدة بسبب احتوائي على مادة البكتين إضافة إلى أن لي فعالية قوية في تهديئة السعال والحض من ارتفاع الكوليسترول في الدم وتفتيت الحصى في المرارة وغيرها من الفوائد التي لا يصع الوقت لذكرها نشكرك يا ضيفتنا تفاحة على هذه المعلومات القيمة حول أهم أسرارك شكراً لك ولي جميعي أصدقاء الصغار على حزن الأصغاء أعزائي الأطفال لقد تعرفتم على فوائد هذه الثمارة المباركة أوصيكم بتناولها يومياً لتقيكم من الأمراض نصل وإياكم أعزائي الصغار إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم أستودعكم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أنا باعتباري سلحاني معرف أن شيء كنت يعرف صحيح؟ وحتى ما يحتاج أصلاً أسأل لا لا أبد طبعاً كنت تعرف كل شيء تعرف بشهادة الجميع طبعاً سلحنا يا فقرة وصلنا شلون اللي حفو؟ نحن يا فقرة وصلنا شوف سلحاني معرف أن شيء اللي كل شيء تعرف وشهادة الجميع وما يحتاج أسأل طبعاً لكن ما يحتاج أسأل شوف هو صح سؤال صعب بس رح أجاوبك أنا الحمد لله يعني عدي معلومات كافية قبل سألك بالرياضيات صعب سمعنا سلحان وصلنا لفقرة حصاد الحلقة وبما أن وصلنا لهذه الفقرة حلوة سلحان المعرف أن شيء اللي يعرف بشهادة الجميع سيشاركني بهذه الفقرة متفقين؟ مشاهدنا الكرام وصلنا الآن إلى فقرة جميلة وهي حصاد الحلقة تمام حسنت يا سلحان والآن نبدأ بفتح رسائل الأصدقائش واضطاروا نبدأ مع أول رقم ويقولون السلام عليكم صديقة البرنامج من محافظة البصرة ما يخليني أشوف سلحان شوف 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 نبدأ باوع قل نحمل الصورة السلام عليكم أيضا زينب ضياء من البصرة اللي هي نهاية رقمهم ثلاثة ثلاثة ستة أربعة شوف الصورة شوف 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 نلابس الحجاب الجميل ونشوف الصورة الجميلة أصدقائنا الشطار ما شاء الله صور رائعة جدا نتحاية لك صديقتنا الشاطرة للبسك الحجاب والتحية أيضا لأهلك لتعليمك هذا المنهج الجميل تحياتنا لصديقتنا زينب من البصرة ننتقل لرقم آخر أنت راح تقرأ فضل ياسر حان آه يقول تقى من النجف الأشرف ذاتنا رسومات جميلة تبدأ هي والله هاي رسمة خلنا نعرضها الآن للأصدقاء الشطار شوفوا تقى من النجف الأشرف رسمة رسمة جدا حلوة جميلة جدا ورائعة تسلم يا أديكم صديقتنا شاطرة تقى يا ربي الموافقية والنجاح لكم ونشوفكم بأعلى المراتب شوف رانشة الحالة قرأتنا الرسالة يا الله أكو رقم اللي هو أربعمية شوف شوف سرحان شوف ودبوع أربعمية وثمانة وتشعين جاء يكتب هسه تفضل يا سرحان السلام عليكم ريحانة وأختها روان أشكركم على هذا البرنامج الرائع وشكرا للكادر تحياتنا ريحانة وروان شكرا شكرا جزيلا مهدي وسرحان يحييكم وكل برنامج عام وفرحان ربي وفقكم إن شاء الله رسالة أخرى معاك يا سرحان معرف أنت شي تفضل رسالة تقول السلام عليكم علي حسين من كربلا المقدسة أحب أشكر كادر برنامج عام وفرحان لدينا صورة حلوة مع العتبة المقدسة يا تانا ما شاء الله دعونا على الصورة الآن شوفوا أصدقائنا شطار شون صورة كلش حلوة صديقنا الشاطر المبدع الجميل وهو بالزيارة نتمنى لك زيارة مقبولة ويا ربي يتقبل مننا ومنكم صالح العمال تحياتنا شكرا جزيلا روح إلى رسائل جديدة صديقنا جود ما شاء الله شوف سرحان شوف جود ما شاء الله شوف جود شون حلو ما شاء الله ربي يحفظك يا جود وإن شاء الله يا ربي تكبر وتكون من إن شاء الله الشباب الواعين اللي ينجحون بالمراكز الأولى بدراستهم تحياتنا لجود نتمنى لك إن شاء الله مشاهدة ممتعة في برنامج عام وفرحان وأيضا صديقنا الشاطر يقول كيف تواصلوا إياكم في فضل سرحان اطلع شونه يقول صديقنا دعا صورة ويكاتب ممكن تعرضون صورتي بالمشاركة ثاني اسمي مجتبى فاضل تحياتنا هسا نعرضها مباشرة شوف إحنا شقد حريصين تفضل صديقنا الشاطن ومجتبى أنت الآن على شاشة القناة تكربلاء الفضائية وبرنامجكم اللي تحبوا برنامج عام وفرحان يحييكم تحياتنا شكرا شكرا لمجتبى يا ربي إن شاء الله الموفقية والنجاح أكو مكالمات صوتية من الأصدقاء زينب صديقتنا زينب محمد بن بغداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نحب برنامج عام وفرحان ونحب سعيد وحزين ومهدي وبنين وعم وفرحان وأستاذ أحمد وعم أبو عبدالله وأتمنى أن تعرضون صورة فقرة صورة أصدقاء البرنامج ما ذكروا وصرحان ما ذكروا وصرحان إذا ما ذكرتوني إذا ما ذكرتوني خلنشوف الصورة شوفوا أصدقائنا الصورة الجميلة لصديقتنا زينب محمد تحياتنا زنوبة شكرا جزيلا ربي وفقت إن شاء الله طبعا مشاهدين الكرام جاء تلاحظون ونحن وجاء نعرض الآن الرسائل الجميلة الاتصالات اللي جاء تجينا الآن ما شاء الله كل الشكر والتقدير لكم أصدقائنا اقرأ هذه الرسالة اللي هي وياها صورة جميلة من الأخوة أولا الاسم محمد وحسن المشتبى ومؤمل وسجاد وحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن شو بالله برنامج عمو فرحان نحب سعيد وحزين ومهدي وبنين وعمو فرحان وستاذ أحمد وعمو أبو عبد الله واتمنى تعرضون صورتي في فقرة صور أصدقاء البرنامج شو ترحان ماكو ترحان ليجو ماكو ترحان ليجو ماكو ترحان دكتور فاهم هماكو صديقك خطيئة خطيئة شوفوا أصدقائنا الصورة جميلة ما شاء الله طبعا نعتذر من الأصدقاء اللي جاي تصلوني الآن احنا ما نقدر نستقبل اتصالاتكم تحياتنا تحياتنا شكرا نزيلة زين زين ليتبشي تعال تعال خلنا بوسك تعال سرحان تعال ما ذكره وجميل يالله يالله يذكروها بالجاح المشكلة خلصت منادي الورقية قل لك شو سعيد هسه وين صار سعبيش هسه سعبيش صارت بس اريد اعرف وين صار وين راح وين راح وين شوف حتى الوقت عبر عبر الوقت هسه موعدنا فقر الصور اصدقاء البرنامج غير يجي قال لي اشرب مايواجي ولسه مايجه شو ان شاء الله زين هسه نص الداخل ها سعيد ها حزين شوف انا ااسف تأخرت عليك والدليل تكرت لك ميواجيه انا راحąć na 자�aram بس شو قال كشه هلا سعيد انساه انا اجيب الى ميواجيه وين شو انا احبك وأنا آسف آسف أنه تأخرت عليك لأن التأخر في المواعيد شيئاً مو حلوة تعالي قعد اي تعالي قعد يلا أعتذارك مقبول اي والتقديمة إليك يلا استقر شوية أنا استقر رئيس يلا أصدقائنا الأعزاء مشاهدين الكرام أنتم الآن مع فقرة صور أصدقائي البرنامج اللي بعثتونا صوركم الجميلة والرائعة عن طريق رقم البرنامج اللي هو 0781 أو العفو 07718112288 تمام 07718112288 أكيد أكيد الصور الصور كلها الرائعات طبعاً طبعاً هستر شنو شنو رح نشوف الصور على مود وراها أنت تعلم اسم الفائز تمام من تفقيل يلا شوف الفقرة سوى الآن مع صور أصدقاء البرنامج موسيقى 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 المترجم للقناة 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 انت وحج قاسم بيكم و احتاريت فحياته لجل ما توقع الراية ما شاء الله حسنا فقدرت الملاحم فقدرت الملاحم والبطولات ولي ينكر عساه بعين سلاية والدي الشاي بحنا والله والدي الشاي بحنا وعلى الوعد باقين منعدهم درسنا وصرنا 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 منعدهم درسنا وصرنا 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 ورحم الله شهدانا الأبرار ورحم الله من وصفهم مرجعنا المفدى بقادة الانتصار تحياتنا لصديقنا الشاطر ربي يوقيك ان شاء الله مع السلامة شكرا جزيلا تمارا من بابل معاك حزين ألو ألو أهلا سهلا تمارا نعم تمارا شنو اسم بابا أحمد تمارا أحمد من بابل بيصف تمارا ثاني ثاني تمارا أرجع اسمع لشيز من عدتك نعم نشيد نشيد أو مجاركة كيف تش نشيد 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 بسم الله يلا تفضلي بسم الله أبدأ وعملي بسم الله أقرأ أكتب بسم الله أركب أسبح بسم الله أكل أشرب بسم الله أنا لا أعبد إلا الله هو يحميني جل على شكرا جميلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا أريد أن تفضل يلا نشوف السؤال على الشاشة والسؤال رح يكون سهل عندنا سؤال مكون من خمسة أحرف عندنا حرف الألف والباء واللام والراء والياء كونيننا من هذه الأحرف اسم أو كلمة ركزي خلي نطيكم السؤال حتى نسهلها عليكم حتى تصير قضية أسهل يلا سؤالنا يقول شكل من الحروف في أعلاه اسم محافظة عراقية تقع في شمال العراق يلا ركزي كل سهل بالشمال أربين متأكد يا الله خلي نشوف الجواب إن شاء الله صح يا رب صحيح إن شاء الله عفوك علي كل إجابة موافقة صحيحة نشكر وش تحياتنا إليك يا رب الموافقة والنجاح مع السلام شكرا دزيلا نعم اتصال آخر فاطمة أحمد بن بابر سلام عليكم وعليكم السلام هل أحزين شانك؟ أنا مو حزين أنا سعيد أنا حزين لا أحزين لا أحزين يلا بيقال الحمد لله وخير أنا فاطمة بيصف أول متوسط أول متوسط كل التوفيق والنجاح ما شاء الله يلا حضر أروحكم للسؤال خلنشوفه 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 السؤال يتكون من ثلاثة حروف سهل السين والجيم والراء خلنشوف السؤال أنا موجود يصير السؤال أسهل جد جد يا يا شكل من الحروف أعلى اسم أداة صوتية تستخدم للتنبيه الجرس 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 خلنشوفه جرس 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 صحيح تحياتنا حتى جرس فرحان ماشاء الله لدينا برنامج عمه فرحان يجب أن يفرح شكرا جزيلا مع حزين أهلا السلام عليكم السلام أهلا جعفر جعفر ما اسم بابا؟ جعفوري ما اسم بابا؟ ما اسم بابا؟ أحمد أحمد رعوب جعفر أحمد جعفوري بيصفتك؟ بيصفتك 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 جعفوري بيصفتك مشاركة 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 بيصفتك بيصفتك أيها الساعي إلى خير الوطن كنا زينا نتجز الدنيا بها وملأ الأرض نقاءا وهدى أتركوا لي أشارك؟ ممكن لا أهلا وسهلا بأخوك وبيك أكثر أيها السلام عليكم أخو عليكم السلام 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 عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم اسمك واسم بابا شينو؟ حسن أحمد رؤوف حسن أحمد رؤوف من واسط يا حياك الله يا حسن حسوني جاهز للسؤال؟ شاهد زين التبعي أصف؟ الرابع سباعي ما شاء الله يلا نشوف السؤال على الشاشة يا صديقنا حسن الشاطر يا عليك يا الله يا حسن كون متحمس سؤالنا يقول شكلنا من هذه الأحرف كلمة أو اسم مفيد التاء المدورة والجين والألف 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 شكلنا من هذه الأحرف أي شيء أي شيء تحب أن نشوف السؤال؟ يلا نشوف مصر أسهل يلا نشوف السؤال حتى يسهل علي الموضوع صديقنا الشاطر شكلنا الحروف أعلى اسم جهاز كهربائي يستخدم تمرجة مواد الغذائم والتجاوبة في اللاجئ خلينا نشوف إن شاء الله صح نشوف نشوف يا الله والثلاجة هم فرحانة برنامج عمو فرحان شكرا تحياتنا اتصال آخر معاك يا حزين أو سعيد عفوا ـ ويا قاب يالله انتصال معنا ان شاء الله وهي برنامج عمو فرحان جميعاً نرجس علي من الدوانية نرجس علي من الدوانية يا حياتش الله يا نرجس أهلاً وسهلاً ومرحباً نرجس أخر انت ستكون نحا чудع E stream ان شاء الله بس عفوا لضيق الوقت نحن لن نريد أن نسمع من مشاركة إلي نص دقيقة نعم تفضلي بالمشاركة ما هو اسم أخوتي؟ علي 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 إحسين يالله دخل اسمكم بطرعة دخل اسمكم بطرعة شكرا وتقدير لكم جميعا أصدقائنا سنقوم بطرعة الآن صديقنا سعيد سيباشر بخلط اسمكم الجميلة والرائعة نعتذر من الأصدقاء اللي ما استقبلنا اتصالاتهم يا رب إن شاء الله نقدر بالحلقات الجاية نوفي حقكم وتكونون جميعا من المشاركين في برنامج عم الفرحان والفائزين معانا إن شاء الله الفائز أو الفائزة معانا رقية حيدر من كربلا رقية حيدر ألف مبروشة لصديقتنا الشاطرة رقية حيدر ويا ربي الموفقية والنجاح اللهم يا رب إن شاء الله يدعلكم دائما أصدقائنا الشطار من الفائزين في برنامجكم عم الفرحان صديقتنا رقية الاستنامجة استيش توجهين إلى مدينة نوارة الأملاك السياحية في محافظة كربلا المقدسة حتى إن شاء الله تستلمون الجازة وتستمتعون بها كثيرا أصدقائنا الشطار وصلنا وإياكم للأسف الشديد إلى نهاية الحلقة على أمن اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة وجديدة ورائعة ومتنوعة بفقراتها رائعة وجميلة إلى ذلك إلى اللقاء السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة